يسأل عن الطواف بدون وضوء الجمهور يرون أن الطواف لا يجوز بدون وضوء وأسدل بعضهم بحديث الطواف والبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول ابن عباس إلا أن الجمهور يعملون به أما ابن تيمية رحمه الله وقلة من الولماء يرون أن الطواف بدون وضوء جائز وبلا ريب أن الوضوء أحوات